مرحبا الحلوين جمعا مبارك علينا وعليكم يامس ان شاء الله يامس يكون حلو علينا وعليكم هاليوم والله يعطينا خير ويا الله ويبعد عنا وعنكم اي شر اليوم يا حلوين رح نبدأ بالدرس الثالث الرابع عفوا من مادة اللغة العربية للصف السادس درسنا بعنوان العفو عند المقدرة الوحدة بعنوان العفو عند المقدرة اسم درسنا لليوم ميس انا بما ان الدرس يعني نفسه مش موجود عندي على كتابي ومش رح اقدر نستخرج القواعد مع بعض رحين ننتقل مباشرة على التراكيب والاساليب اللغوية اللي بتحكي عن جمع المؤنى في السالم زي ما تعودنا رح نزل لك حل المعجم والدلالة والتحليل الاستيعاب الفهم حل القواعد اللي هي دعيت اليوم على الكومنتات بس احنا المؤهم اشي عنا احنا بشكل عام اللي هو شرح القاعدة اللي هي جماع المؤنى في السالم تمام يا ميس يلا ننتقل مع بعض ونحكي عن الدرس بشكل سهل وبسيط درسنا اليوم كتير سهل بس بدنا نركز فيه شوي لو كتبت عندك الجمال اللي هلأ راح تشوفها على الورقة رأيت المعلمات في الطريق تمام سلمت على المعلمات في الحديقة تمام الجملة الثالثة الطالبات نشيطات نطلع يا ميس على الجمال الموجودة على الورقة عندنا نيجي نشوفهم رأيت المعلمات في الطريق هاي عبارة عن جملة فعلية ليه جملة فعلية لانها بدات بفعل رأى اللي هي فعل التا اللي هي فاعل ماذا رأيت المعلمات اذا وقع عليها فعل الفاعل فهي مفعول منصوب وعلامة نصبه شو موجود عندنا هون الكسرة طب يا ميس رأني ما هي علامة النصب الفتحة لا يا ميس بحالة الجمع المؤنث السالم الكسرة هي علامة ايش ايش النصب الجمع المؤنث السالم ما بيحب الفتحة بالمرة فانت مستحيل يكون عندك جمع مؤنث سالم علامة نصبه الفتحة مستحيل جمع المؤنث السالم بكرة الفتحة فعلامة نصبه الكسرة ليش لأنه جمع مؤنث سالم لأنه جمع مؤنث ايش سالم تمام يا سادس اذا يا ميس عيننا جمع المؤنث السالم ما بيحب الفتحة زي ما حكيت لك ما بيحب الفتحة اذا علامة نصبه من اول هي اول ايش نعرف انه علامة نصبه اللي هي ايش الكسرة سلمت على المعلمات في الحديقة برضو هاي عيننا جملة فعلية لأنها بدأت الفعل وهي الفاعل على حرف جر والمعلمات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة اذا علامة نصبه الكسرة وعلامة جره الكسرة اذا اول قاعدة لنعرفها عن جمع المؤنث السالم انه جمع المؤنث السالم ما بيحب الفتحة علامة نصبه وجره الكسرة الطالبات ونشيطاتهم هاي جملة اسمية اذا عندنا هون جملة فعلية لانها بدأت الفعل وعندنا الطالبات ونشيطاتهم جملة اسمية لانها جملة ايش باسم الطالبات فالطالبات مبتدى مرفوع وعلامة 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 رفعه ايش الضم ونشيطاتهم خبر برضو مرفوع وعلامة رفعه الضم تنوين الضم الظاهر على آخره تمام يا ميس تنوين الضم الظاهر على آخره اذا لو جينا عملنا هيك زي ملخص صغير الجمع المؤنث السالم هو الاسم طبعا جمع المؤنث السالم اسم الذي يدل على اكثر من ثلاثة اكثر من ثلاثة لانه واحد مفرد اثنين مثنة واكثر من ثلاثة جمع وينتهي ب الف وت يرفع بالضام وينصب ويجر بالكسر تمام يا رب يا سادس اذا هاي هي قاعدة جمع المؤنث السالم هو الاسم اللي بدل على اكثر من ثلاثة وبيكون بزيادة الالف والت على آخر ايش على آخر الكلمة وجمع المؤنث السالم ما برضى الفتحة بتاتا هايحطها براسك انه جمع المؤنث السالم ما بحب الفتحة فبهاي الحال علامة نصب وجر الكسرة وعلامة رفعه تضم تمام نيجي نشوف التدريبات اللي موجودة عنا يا ميس انا حلت لكم اياها على الوراء رح نزلك اياها هسا عنا على الكومنتار هاي يا ميس بالنسبة لدرسنا اليوم سهل كتير خفيف لطيف علينا ادرسوا يا ميس ما تراكم اشي على حالك الحصة الجاية ان شاء الله يا ميس رح ناخد حل التدريبات اللي هي للكتابة اللي هي قاعدتنا وصل ان الناص بين الفعل المضارع بلا النافية ان شاء الله يا ميس تكون اموركم تمام واشوفكم على خير وما ننسى نمنشن اصدقائنا عشان نستفيد احنا وياهم مع بعض وان شاء الله بتكون كل ايامكم سعادة واشوفكم على خير ويعطيكم الف عافية